اشتركوا في القناة الموضوع ده صدم راته ريم طارق وده اللي خلى حسن شاكوش ينفعل ويهدد ان يسيب البرنامج على الهواء حسن شاكوش رد على الكلام ده وقال انه متجوز قبل كده واللي عندها اي ورق يثبت انه متجوز هتطلعه غير كده مش هيصدق اي كلام يتقال وده اللي فتح الباب قدام تساؤلات كتير عن هو فعلا متجوز ولا لا وفي اول رد من ريم طارق على الحلقة قالت انها ما كانتش مسدقة اللي بيتقال وان لو ان الشك دخل قلبها بعض كلام شاكوش عن الفيلا وعن الكل وقالت في بوستي كتابته على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد ما روحنا كلمت حسن وسألته تاني على الكلام اللي اتقال في البرنامج وقال لي ان الكلام ده ما حصلش وانا مسدقة واسفة لو كنت شكيت فيه ولولي لحظة واحدة حسن شاكوش قال في الحلقة انه فعلا كان ناوي يرتبط بوحدة تانية سكنة في التجمع بس الموضوع ماكملش قبل ما يتقدم لها بشكل رسمي والموضوع كله قبل ما يعرف مراته الحالية ريم طارق وما كانش في الحزبان انه هيتجوزها وسأل شيخ العرفين ريم عن صاحبة الكلب اللي اهدى لها شاكوش الايام اللي فاتت وهنا اتدخل مؤد المهرجانات انه اشترى الكلب هدية لها من واحدة على الفيسبوك وقال شيخ العرفين ان العروسة وادت الكلب للعروسة ريم ورد عليه شاكوش عروسة مين لو متجاوز واحدة تانية اللي اتنين كانوا يشدوا في شعر بعض حسن شاكوش بقاله كام يوم تصدر الترند وده بعد الفيديو للنشر على حسابه على الانستجرام وقال فيه محدش كان بيحس انا فيه ايه انا تقزيت كتير جدا يا جماعة والازى ده كان ممكن يموتني انا تعملي عمل بوقف الحال واني صحيتي تكون متضمرة وقال بس الحمد لله لاني قريب من ربنا ما حصل ليش حاجة ومش شرط عشان قريب من ربنا اني اكون بصلي لا انا بقالي كتير جدا مش بصلي ما كانش حد داريا نبيا وانا كراجل مطرب لو فيه هموم الدنيا كلها بطلع على المسرح بتحك وبرقص وبعمل كل حاجة عشان شغلي واكل عيشي وما ينفعش ادخل مشاكل خاصة في الشغل لان الناس اللي جايبينك شغل ودفعين فلوس ما لهمش دعوة بمشاكل